موسيقى هذه حكاية قصيدة ولكنني كالعادة أبدأها من مكان بعيد من سوق في مدينة نابلس بفلسطين هذا سوق البصل سوق يبيعون فيه كل الخضار وكل شيء في الواقع هذه الأيام فلماذا سموه سوق البصل؟ لا أعرف هو سوق البصل وكفا سموا الكل باسم البعض ذكرني به سوق آخر في سام الراء بالعراق كان ذلك السوق القديم سوق خضار وفاكهة وسموه دار البطيخ سموا الكل باسم البعض والسوق مؤنثة وتذكر فلا تلومني على تذكيرها ابن الرومي نظم قصيدة في مدح أبي الصقر إسماعيل ابن بلبل الشيباني وجعل لها مقدمة غزلية شبه خدي المحبوب بالتفاح ومضى فذكر الرمان والأعناب والأغصان وشجر البان والنرجس والريحان كل ذلك في أبيات قلائل فقال الأخفش هذه القصيدة والله دار البطيخ وكانت نكتة الموسم ونال الأخفش عليها هجاء كثيرا من الشاعر تمضي القصيدة إلى مدح الوزير أبي الصقر الشيباني قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان وغضب أبو الصقر ليس بسبب دار البطيخ بل لأن الشاعر جعل شيبان فرعا للممدوح العربي يرضى منك أن تمدح قبيلته وتنساه أما أن تقول إن قبيلته عظيمة بسببه فتلك مسبة قال القوم لأبو الصقر الأمير انظر إلى الأبيات اللاحقة فقد مدح الشاعر قبيلة شيبان مدحا جميلا لكن لا فائدة أقام أبو الصقر على غضبه وحرم ابن الرومي المكافأة وبعد حين عزل أبو الصقر عن الوزارة فهجاه الشاعر خفض أبو الصقر فكم طائر خر صريعا بعد تحليقي زوجت نعمة لم تكن كفآها فصانها الله بتطليقي لا قدست نعمة تسبلتها كم حجة فيها لزنديقي وكان أبو الصقر هذا رجلا كريما ووزيرا قديرا ربما لهذا السبب عزل وليت الخليفة المعتضد اكتفى بعزله فقد سجنه ثم ألبسه عباءة منقوعة في الدبس ومرقة الكوارع وأقامه في الشمس تحت خفقات المقامع فمات ميتة قاسية قال بعضهم رأيت أبو الصقر في المنام قلت له ما فعل الله بك فقال غفر لي فما كان ليجمع علي عذاب الدنيا والآخرة